وحول تثمين واشنطن للموقف المغربي الداعم لمقترح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره وسيلة لبناء منطقة شرق أوسط أكثر اندباجا وأكثر سلما وأكثر استقرارا معنا من واشنطن الأستاذ محمد سعيد الوافي إعلامي وخبير في شؤون الأمريكية للولايات المتحدة أهلا ومرحبا بك سيدي وسعداء باستضافتك مرحبا بك أميمة مساء الخير ولكل الزملاء طيب الولايات المتحدة تعرف من جديد عن امتنانها للمغرب على قيادته الإقليمية كيف يمكن قراءة هذا التواصل المستمر مع المغرب بخصوص هذا الملف وأيضا بماذا نفسر تكثيف التنصيق السياسي بين ريباط وواشنطن حول ملف التوتر في الشرق الأوسط طبعا أميمة الحديث عن تقدير الولايات المتحدة لدور المغرب في ضمان المزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة في الجوار المغاربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط هو حديث يجرنا إلى جرد النجاحات التي تحققها الدبلوماسيا المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في جعل العلاقة المغربية الأمريكية علاقة استراتيجية ودات أبعاد استراتيجية محورية تشمل فيما تشمل الشرق الأوسط والأمن والسلام والسلم في الشرق الأوسط بحكم الموقع الذي يتولاه صاحب الجلالة كرئيس لجنة القدس وكذلك بحكم الزخم التاريخي المتراكم لأدوار التي لعبها المغرب في هذا الملف وملف الصراع العربي الإسرائيلي على وجه التحديد وليس فقط الفلسطيني الإسرائيلي وبالتالي فإن التقدير وحتى استعمال مفردة التقدير هو ينم على ثلاث مدلولات المدلول الأول التقدير هو التثمين والشكر والعرفان بالجميل التقدير هو الاعتماد والاعتماد بناء على تنسيق مشترك بين الولايات المتحدة والمغرب وكذلك التقدير هو إسناد لمهمة حين يقول ماتيو ميلر ويقول متحدث باسم وزارة الخارجية أن المغرب رائداً في ضمان الأمن واستمرار السلام بالشرط الأوسط وضمان هذا السلام كلمة رائد في حد ذاتها تبوء المغرب مركز الصدارة كشريك من أجل السلام رغم أن للمغرب مواقف رافدة للحرب رافدة لكل أنواع التطهير العرقي ورافدة لكل أنواع الحرب أو العنف بشتى أشكاله أيا كان مكانه وأيا كان وقته لذلك فبهذا المدلول التقدير الذي استعمله الدبلوماس الأمريكي نجد بأن المغرب فعلاً والولايات المتحدة قد قطعا أشواط بعيدة المدى إذا نظرنا إلى سنة 2024 لاحظي معي أنه لا يمر شهر واحد أو ربما أقل من شهر خلال ضرفية الأسبوع أو الأسبوعين أو الثلاثة نسمع عن زيارة وفد أمريكي إلى المغرب أو زيارة وفد مغربي إلى الولايات المتحدة مكالمات هاتفية ومباحثات تليفونية مكثفة بين وزير الخارجي المغربي السيد ناصر بوريطة ونظيره الأمريكي أو العكس كذلك اتصال من بلينكين بالسيد بوريطة التحالف الاستراتيجي والشراكة المتعددة الأبعاد المبادرة الملكية من أجل الأطلسي وما لقيت من دعم من قبل الولايات المتحدة عشرين عاما لاتفاقية التجارة الحرة وكذلك التثمين الكبير المناورات أو عفوا تمرينات الأسد الإفريقي ومشاركة الولايات المتحدة والتجديد على اختيار المغرب قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية التي نقدمت في المغرب نعم إذن هو تعاون وتنسيق مشترك بين الولايات المتحدة والمغرب يشمل شتى المجالات بخصوص هذه الخطة المغرب عبر منذ طرح خطة الرئيس الأمريكي عن أمله في انخراط جميع الأطراف في هذه المبادرة والالتزام بتنفيذ مختلف مراحلها وقد أيدت العديد من البلدان أيضا الأوروبية والعربية كذلك هذه الخطة هل تعتقد أن هذه الدعوات المتوالية ستجد ربما صدا لدى الأطراف المعنية بهذا الصراع؟ يعني ما مدى إمكانية الموافقة على هذه الخطة؟ وإلى أي حد يمكن أن تكون بداية لبناء السلام في المتاقة؟ في الحقيقة الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة تطرح ما يجب أن يطرح من خطة معقولة قابلة للتطبيق عقلانية عادلة بقطع النظر عن مدى استعداد الأطراف لتطبيقها أم عدم ذلك لأن ذلك المغرب بعيد عن المنطقة ولا يملك القدرة على إرغام أو على فرض الحل لكنه يملك القدرة المطلقة على اقتراح الحلول وعلى قبول الحلول التي يراها مناسبة مثل المقترح الرئيس بايدن والذي ينوي أو يهدف إلى إيقاف الحرب لمدة ستة أسابيع وبعد ذلك الدخول في مفاوضات وإطلق صراح الرهائل وإطلق صراح السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إذن قبول المغرب لهذه الخطة هو جاء في شقها الدبلوماسي وشقها الإنساني أميمة لا ننسى بأن الشق الإنساني المغرب قطع فيه شوطا وبالأحرى صاحب الجلالة من ماله الخاص قطع شوطا مهما لقى إعجابا ولقى تقديرا وتثمينا من قبل الإدارة الأمريكية وأنا أقصد هنا المساعدات الإنسانية الغدائية والطبية التي وجهها المغرب إلى القدس وغزة والتي كانت سجلت لأول مرة وصولا عبر البر من عبر الحدود الإسرائيلية إلى غزة وهي كانت الأولى والبادرة الأولى من نوعها في العالم هذا يعني بأن ما يقترحه المغرب اقترحه بالفعل على أرض الواقع وطبقه على أرض الواقع وهو إيجاد حلول تلبي حاجات الإنسان والاهتمام بوقف العنف ومساعدة المتضررين وحماية المقدسات وعلى رأسها القدس الشريف ومحاولة إيجاد أواصر للتفاهم بين الطرفين الآن هل للطرفين رغبة وأقصد هنا ليس فقط الطرف الفلسطيني مشكلا في السلطة الفلسطينية ولكن هل الطرف الفلسطيني ممثلا في حركة حماس بالشتى تفرعاتها إن كانت في لبنان أو في الدوحة أو على الأرض في غزة مستعدة لقبول أو التماهي والتماشي مع الطرح المغربي الطرح المغربي هو بالأساس يدعم الخطة الأمريكية والخطة الأمريكية إلى حدود اللحظة لا تلقى دعما حتى من قبل حكومة بن يمين نتنياهو طيب بخصوص هذه النقطة بخصوص دعم حكومة نتنياهو البعض يقول إنه لا يمكن استبعاد الحسابات الانتخابية في أي مبادرة يتبنىها الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن خلال هذه الخطة فبايدن قد أظهر نوع من الحكمة السياسية عبر اتخاذه لمثل هذه الخطوات التي ستكون مفيدة دوليا وخاصة في الشرق الأوسط يدعم السلام بالتالي يسعى إلى تغيير صورته من حليف لنتنياهو إلى صانع سلام ما بدى صحة ذلك برأيك؟ نعم 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 إلى حد ما الزاوية التي حللت من خلالها هذه الرؤية هي زاوية حقيقية وصحيحة نعم لا يمكن استثناء الضرفية الانتخابية في الولايات المتحدة وخسارت بايدن للأصوات اليسارية وخسارت بايدن لأصوات طلبة اليافعين الشباب وكذلك للصوت العربي على قلة أهميته في الانتخابات الأمريكية لكنه خسر ربما نقول قد يخسر ميشيغن وقد يخسر جزءا كبيرا من ولاية نيويورك وخصوصا من العرب وكذلك من اليسار وكذلك من اليهود المعادين لبنيا من نتنياهو الرافدين لسياسة بنيا من نتنياهو لذلك نعم أميم أنت محقة الانتخابات والجانب الانتخابي العبوا دورا في هذا الطرح لكن لا ننسى كذلك بأن الدعم المغربي ودعم العديد من الدول لخطة بايدن لم يحركها الجانب الانتخابي أو الجانب السياسي أو السياسوي بقدر ما حركها الإحساس برفع الظلم عن المدنيين ورفع القتل والمعاناة عن المدنيين على الأرض وبالتالي فالتزام المغرب بالقضية الفلسطينية لا يجعل المغرب إلا أن يدعم أي خطة سلام تهدف إلى وقف إطلاق النار فصاحب الجلالة طبعا كما نعلم وقف على نفس المساحة من كل المواجهات العسكرية التي تستهدف المدنيين في العالم كان صاحب الجلالة وكان المغرب وكانت الدبلوماسية المغربية سباق دائما إلى الدعوة للسلام لذلك فدعمه لهذا المقترح مقترح بايدن هو بعيد عن البعد الداخلي الأمريكي قريب إلى البعد الداخلي الفلسطيني والإنساني كذلك أشكرك أستاذ محمد سعيد الوافي إعلامي وخبير في شؤوننا الأمريكية كنت معنا مباشرة من واشنطن نشكرك على مشاركتك وعلى كل هذه التوضيحات العافظ اشتركوا في القناة